بسم الله الرحمن الرحيم area models and two digit multiplications اخدنا في lesson قبل كده يعني ايه area model وازاي بقدر اكونه بس لما كان عندي بعمل multiply the two numbers اول number فيهم بيتكون من one digit والتاني من two digits فكنت باخد ال number اللي بتكون من two digits اللي هو ال number الكبير وبقسمه ل two numbers اوكي دلوقتي بقى باخد طريقة ان اعمل multiply the two digit by two digits number من two digit multiply number من two digit يبقى هنعمل ايه هياخد كل number فيهم وبقسمه ل two digits بتاعهم twenty five by thirty two twenty five عبارة عن ايه twenty and five يعني twenty plus five يبقى هيتقسم ل twenty five thirty two عبارة عن thirty وtwo يبقى هقسمه كده بقى عندي كم number two numbers يعني four numbers يبقى هعمل table المرة دي بس مش من two digits بس لا من four digits بالشكل اللي قدامي ده table بتكون من اربع خنات واخد مثلا اول number اللي هو twenty five هكتبه فوق هو كان عبارة عن two numbers انا اسمته two numbers يبقى هكتب twenty و five فوق كل digit اوكي ال thirty two كان عبارة عن ايه thirty و two يبقى في الصف الاولاني هكتب thirty وفي الصف التاني هكتب two بالطريقة اللي قدامي دي يبقى ال twenty five عبارة عن two numbers كتبتهم فوق thirty two عبارة عن two numbers كتبتهم تحت بعض بالطريقة دي هاجي اخد مرة هعملها ومرة هعملها طيب اول حاجة عندي هنا في زيرو في زيرو يبقى انا عندي كده هكتبهم وفي الاخر هعمل بكام بسيكس يبقى قدامها اللي هي بكتب تحت بما اني بعمل بكتبها تحت في الصف الاول طيب فيها زيرو ننزله نكتبه يبقى وقتها زيرو يعني تتكتب فين تحت في الصف الاول انا بعمل يبقى الريزالتها تتكتب فين تحت طب هبدأ بقى ابتدي اخد الصف التاني اللي هو مرة هعملها ومرة هعملها طب اولا يعني هننزل يبقى في تالت خانة وبعد كده هعملها تبقى وهكتبها تحت في اخر خانة في الصف التاني من تحت خالص كده بقى عندي جوة هجمع يبقى هجمع والريزالت هي دي يبقى هكتب ونجمع بقى لو جمعناهم في الاول هيتطلعوا سفن هندرد ففتي والفورسي والتن بففتي يبقى سفن هندرد ففتي بلاس ففتي بأي طريقة نعمل لو عايزين نعمل مرة واحدة يبقى اللي هو زيرو بلاس زيرو بلاس زيرو بلاس زيرو وننزل زيرو بأي طريقة لو عايزين نجمع مع بعض او ناخدهم مع ناخد تاني الفرست نمبر من والسكن من يبقى اول نمبر اللي هو عبارة عن النمبر التاني يبقى عبارة عن يبقى هنعمل كده عندي هنا وثيرو زينا يبقى نعمل من من اربع خنات بالشكل اللي قدامي فوق هنكتب 50 and 8 فوق اول خانة هنكتب 50 والخانة التانية 8 وتحت صف الاول 40 واللي تحته 2 كده كونت التيبل وكتبت النمبر اللي عندي اتفقنا ان اول حاجة بابتدي اعمل مرتبلاي 40 مرة هعملها by 50 مرة هعملها by 8 اول حاجة by 50 هنا زيرو هنا زيرو يبقى هنزل to 0 يبقى هنكتب 20 وقصادها 2 زيرو زي اللي هي بكام بتو ساوز بتتكتب في اول تحت 50 لاني بعمل 40 by 50 يبقى تتكتب في اول خانة بعد كده 40 by 8 فيها 0 ننزله يبقى 320 بتتكتب فين تحت ال 8 لاني بعمل 40 by 8 في اول صف تحت 8 كده خلصنا الصف الاول اللي هو 40 نبدأ بقى في الصف التاني اللي هو 2 هعمل 50 50 فيها 0 ننزله و 2 by 5 equals 10 يبقى 2 وقصادها 0 اللي هي 100 بكتبها فين تحت في 3 آخر حاجة هكتبها في آخر تحت كده كونت جو هعمل لهم يبقى هعمل بقى بأي طريقة عايزين نجمعهم مع بعض وانس مع وانس مع وانس تنس مع تنس مع تنس او نجمع اول تبقى و تديني وفي الآخر نجمع اللي تلعوا عندي والتو اللي هي هتنزل زم هي بأي طريقة في الآخر بنجمع يبقى رزال ادي باختصار اللي هي نفس طريقة بس بدل ما بكت يعني انا بفوق كانت بالك لو هو كان طلب مني كنت هعمل وهكذا ناخد كمان 81 by 23 2 digits by 2 digits الـ هتتقسم لـ 80 and 1 23 هتبقى 20 and 3 يبقى هنكون table from 4 digits من 4 خنات بما اني عندي 4 numbers الـ 80 وال 1 وال 20 وال 3 ادي 4 numbers يبقى هنكون table من 4 numbers هكتف فوق 80 وال 1 80 and 1 فوق كل digit وتحت هكتب 20 and 3 صف الاول 20 والصف التاني 3 وابتدي اعمل multiplication اول حاجة هاخد 20 اللي هو في الصف الاول مرة هعملها by 80 ومرة هعملها by 1 طب اول حاجة by 80 يبقى هنا 0 هنا 0 هننزل 2 0 2 by 8 equals 16 يبقى 600 وهتتكتب فين تحت 80 بعد كده هابتدأ اعمل 20 by 1 20 وكتبها 20 واكتبها تحت 1 طبعا خلصنا كده الصف الاول ندخل بقى الصف التاني اللي هو number 3 يبقى 3 مرة هعملها by 80 ومرة هعملها by 1 3 نعمل add 1600 plus 20 plus 240 plus 3 بأي طريقة نعمل addition هتطلع result 1863